تعالي بقى لحد ما هي في الفرن نعمل شوية عصير انما ايه بس كده يرتبوا علينا انتي موقفتش المطبخ النهاردة على فكرة كتير اه هتفتك في الحفلة دي هتوقفك كتير هزي ما اتفقنا احنا افتحدي 10 دقايق واده البطاطس المحمرة را تحمريها وانتي بتعملي ايه البرجر بتاعي طيب تعالي بقى نقول مقدير العصير الحلو ده بتاعي عبارة عن ايه يلا بينا يلا بينا هنحتاج برقوق هم؟ ماشي انتي عارفين فكرتوني بايه؟ المصرحي لسهور البابلي متوكلني متوكلني برقوق فراولة كيوي عصل مكعبات تلج وطبعا رتزين نعناه الفكرة بقى في الربطة يعني ايه الربطة هقولك دلوقس نعمل فراولة برقوق وكيوي وتلج ونعناه وطبعا العصير اللابيت بتاعي ولو احتاجت شوية مال هعمل ايه بقى بصو بقى يلا بينا هاخد البروق بتاعي بقى ميه هاخده هاخده خراولة فراولة الله وطبعا قليلاه لكي يبقى تسقين انا عندي الهيرومين هنا البروق بتاعي ويق الميا نضرب العصاير نضرب 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 نعم نركن على ده جنب ده ليه انا هاعمل ايه بصوا بقى هاعمل ايه هاجيب ده كده وحطه هنا ماشي بصوا داني كميه حلو قوي ازاي خلاص هاشطف ده بسرعة كده تمام ويجي تاني احط في ايه الكيوي بتاعتي خلاص ويحط بقى شوية نعناع لالخليط بتاع اهو الكيوي ده خلاص وطبعا العسل بتاعي اهو شايفين العسل بقى زي ما قلتلكو ايه ايه حاج عايزين تسكروها سكروها بيق العسل وبعدين نضرب ايه 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 بقى يلا بينا يلا بينا بصوا بقى بصوا بقى بصوا الارقة دي او هحط اتسلق ماشي ماشي او خلاص بصوا بقى معي دكتور لا خلاص بصوا بقى هنعمل ايه بصوا بصوا الاثنين مع بعديهم وننزلهم بالشكل ده ايه رأيكم ايه رأيكم ايه رأيكم ايه رأيكم في الفكرة بصوا عامل ازاي الكوبية نص ونص والله العظيم احنا يعني الستات جندة جدا احنا نعمل زي ميقول من الفيسيخ شرباط ايهو بصوا ايه رأيكم لا انا عايز اسمع لا لا انا عايز اسمع او وطبعا ايه انه عنها بتاعي الي ينزل كده يقولي ان العصير ده او الموضي ده متكلف اهو بس كده خلصتي خلصتي يا حلوة خلصتي ده انتي خلصتي وهتتشكري وهتتباسي وهتتحطي على الراس كمان معقولة لا دي تازم تيجي ورا معقولة معقولة الكلام الجمد ده اهي تعالوا بقى نجيب الطاجن واقول لكم باي باي عشان انا خلاص بيقولولي اهو اهو بصوا بقى الحلاوة بصوا الحلاوة والجمال بصوا عامل ازاي الطاجن ده اهو ده واجبة الوحدها ارش بقى رشة البقدونس بتاعتي ورشة الصاص بتاعي اهي صاصة ايه الصاص الرانش كده اعز اقول لكم بيديني طعم رهيب بحبه جدين كمان في السلطات بحبه قوي قوي في السلطات بس كده ودي كانت حلقة الخميس زي متعودين تكون اكلات كلها من بره واهم ما يميزها انها تكون اكلات الاولاد بيحبوها تكوي وصندوشات وحاجات كلها سهلة بدور لكم على قطف نعناه يلق بالوليمة دي اهو بس كده يا رب تكون اعيز اوريكم بقى الجبنة بصوا 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 مع المتزاريلا مع البطاطس بصوا بصوا شايفين شايفين اهي اهي هتعجبكم جدا لازم تجربوها وتتبسطوا بيها قوي الرابطة حلوة جدا ساندوشاتي ساندوشاتي انش عايز اقول لكم واقفة اسد بيقولولي يحط خلاطروم والله يتحدي ما حط حاجة طب مش حط حاجة واقفة هي على حلها مستنين ليجي اكلها جوانتياتك في ايديكي وعلى طول تكل انت وولادك وتدعوني بحبوكو جدا بيكون حلقة النهاردة عجبتكو عملت البرجر بالضبط زي ما بيتعامل بره لا احسن من بره نظافة وحلاوة وحطة لك كل الافقار انت تختاري فيها اللي انت عايزة بس السوس اساسي عشان هو ده اللي هيربط معيك تعمل برجر اللي ترجع تدعيلي عليه عملنا كمين طاجن بطاطس بشوية اثنين برجر تلاتة اللي موجودة عندك بشوية اضافات اللي موجودة عندك همعها تربوطي الكلام ده كله بيه شوية جبن عشان في السيح ودخليها الفرن وعملنا التحفة ده اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن برقو وكيوي اثنين في واحد وحطناهم بعض الفكرة بسيطة جدا الفكهة اللي موجودة يمكن تحطي كيوي بس فراولة بس وكما بعض هيعجبوكي جدا 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 واستنى رأيكم طبعا في الحلقة بحبكم جدا نشوفكم بكرة على خير ان شاء الله من واحدة الاثنين عن قاعدتنا تنسي فيبن لكم كل يوم اكلها مع بيبيان والاعادة سبع صباحا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة